سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة ومرحبا أيضا بكل مشاهدينا على صفحات قناة الحياة وصفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك واليوتوب أيضا خلينا نبتدي حلقة النهاردة وحلقة اليوم حتكون بعنوان الأظهر والوصاية الإسلامية النقط اللي حنتكلم بها في حلقة النهاردة معلش سمحوني دقيقة واحدة يريد تغيروا الفايل ده لأنه ده مش الفايل الصح النقط اللي حنتكلم فيها هي موضوع السيطرة الإسلامية النقطة الأولينية هي عن فرنسا تقاوم الإرهاب الإسلامي والحقيقة الواقع اللي بيحصل النهاردة أنه عندنا مشكلة فرنسا بتقابل مشكلة إرهاب ومنهج في حوادث بتحصل يعني بتأثر على حياة المواطنين عامة على فكرة مش المواطن الفرنسي اللي أصله فرنسي فقط ولكن المواطن الفرنسي اللي من خلفيات عربية أيضا دلوقتي المواطنين اللي في فرنسا خايفين عايشين خايفين العربي والفرنسي اللي هو أصله من البلد ففي إرهاب اللي يفطى بتاعته إنه إسلامي لأنه يعني الدافع بتاعه كله نابع من هذا الفكر والدين النقطة التانية بقى هي الأزهر ونظرية احفاظي مركزك أنا يعني بحس إنه الأزهر عامل زي فؤاد المهندس كده اللي يقول لك فلانا احفاظي مركزك فمش فاكرة كان اسمها إيه في المسرحي كل شوية مسك خرزانة أي حد يتكلم أي حد يتحرك في البيت لازم يقول يوريهم كده احفاظوا مركزكو ده ما تعملوش كده ما تقولوش كده ما وعدين بقى النقطة الأخيرة اللي هي يعني هتلاقوها في ضمن كل الحلقة النهاردة هي موضوع بقى إلا رسول الله ده اللي كل شوية يعني يطلع فجأة كده حد يقول حاجة يروحوا مطلعين يفطاط إلا رسول الله واحد يرسم رسمة يطلعوا يفطاط إلا رسول الله ده موضوع كبير على فكرة يعني الموضوع ده بيقول للإنسان العادي اللي ما هوش مثلا مسلم ملتزم ولا حاجة بيقولوا كده انتو مش مسمح لكم انكم تفكروا أو تسألوا أو يعني تتكلموا بشكل نقدي حتى من غير إهانة ولا أي حاجة عن رسول الإسلام عن محمد دي يعني ممنوعة حد يعمل برنامج يروحوا مطلعين إلا رسول الله ما تحدش يتكلم عليه واللي بيتكلم لازم يهدد ويبقى عنده يعني يعيش هو وعيلته كلها خايفين لأنه حد تتكلم على محمد بطريقة ما عجبتش المسلمين فأي بقعة من بقاع العالم فودي حاجة بتتكرر كتير على فكرة يعني دي مش أول مرة ان احنا نشوف ده بيحصل في الشهور وفي الأسبوع الماضية احنا شفنا انه فرنسا وماكرون بالذات يعني تصدروا الأخبار بشكل كبير قوي ويعني سواء كان ده يعني تفاعلا مع الأحداث اللي بتحصل في فرنسا بالذات دلوقتي أو في أحداث سياسية في الساحة السياسية في العالم كله إذا كان في البلاد المحيطة بيهم أو أحداث وتطورات مهمة داخل بلادهم لكن النهاردة احنا عايزين نتوقف عند الأمر ده شوي لما بتتصدر أي بلد الأخبار كل يوم بسبب أعمال إرهابية شريرة زي ما احنا بنشوف في فرنسا النهاردة والأعمال الإرهابية دي بتستهدف مواطنين عاديين ما لهمش يعني ما لهمش أي حتى تواصل مع المجتمع الإسلامي في نهاية الأمر دول ناس عاديين يعني أنا بتخيل مثلا ساعات أي حد بيطلع يعمل طعن كده يعني همجي في الشارع والله أكبر ويدرب له سكينتين على فكرة أنت منتاش عارف أن اللي أنت بتضربه بسكينة ده إذا كان بس ماشي قدام تشارلي قابده المبنى فأنت بتضربه بسكينة منتاش عارف ده أصله فعلا عربي ولا مش عربي مسلم مش ممكن مش مسلم منتو عندوكو مسلمين فرنساويين منتو عندوكو عرب ملونين وشعروه مصفر ومولود هناك أنت عارف أنت بتقتل مين ولا بتستهدف مين لا معظم الأحوال اللي بيستهدفوا بيبقوا بيستهدفوا من أجل إنه يترك رسالة ودي الرسالة اللي لازم نعرف مين اللي بيدينا الرسالة وليه بتتكرر كده في معظم الأحوال القاتل بيستهدم ناس في الشارع أو في كنيسة أو في احتفال أو قدام مبنى حكومي مثلا يعني على خلاف شارلي أبد ودي كانت حادثة خاصة علشان خاطر الكارتون اللي بيترسم عن محمد لكن في معظم الأحوال أنت بتضربه خلاص أنا عايزة أشير الأمر مهم هنا في دائما بداية ودائما هناك مصدر ومنهجية للي احنا بنشوفه بيتكرر بصورة دائما نهاردة الوجود الإسلامي في الغرب يعني كان في وقت من الأوقات وجود صامت ما كانش يعني الناحية الإسلامية الظهرة الكتيرة دي ما كانتش موجودة بالشكل دي كان في ناس بتروح بتهاجر لأسباب مختلفة وما كانش فيه كل الهيصة على الدين دي زمان بصوا لتاريخ العرب والمسلمين في فرنسا من مثلا أو في أمريكا أو في لندن بصوا لتلاتين اربعين سنة فاتت ما كانش الشكل قاتم بالشكل ده ما كانش الفكر المنهجي الإسلامي مسيطر بالشكل ده كانوا المسلمين بينموا عددا وبيبنوا ثروات أو بيبنوا علم أو يعني جايين لأهداف معينة لكن حصل تطور والتطور ده يعني برضو تطور منهجي فاكرين عمر خالد لما عمل برنامج وكان بيتكلم فيه عن الأمة الإسلامية إزاي تنمو والدعوة إزاي تنمو فقال لك إن الدعوة دي ممكن حتنمو لما إحنا نكتر في الدول الغربية قال لهم خلفوا كتير إحنا بنتجوز أربعة وبنخلف كل واحد عشرين واحد لكن الغرب هو بيتجوز واحدة ويدو بيخلف له عيل أو عيلين أو ما يخلفش خالص المنهج ده اللي كان بينتهجه عمر خالد والحقيقة هو يعني منهج إسلامي بحت أما محمد قال لهم تكاثروا وولدوا وتجوزوا بتاعلي إني مباهي بكم الأمم لأنه العدد اللي هيطلع هيخد يعني يسيطر على المكان اللي انتوا هتكونوا فيه وده من الأهداف فقبل ما أكمل الفكرة دي أنا عايز أقول أنه أنت وإنت كمسلم ومسلمة النهاردة أنتم جزء من هذه المنظومة لكن أنتم بتستخدموا بطريقة أنتم مش فاهمنا فالنهاردة في العصر اللي إحنا فيه ومع العلم والتطور والحضارة عندك وعندك فرصة تفكروا أنا مؤثر فعال بفكر طالع من قلبي ربنا الدهولي بناء ولا أنا مستخدم كأداة ومتبرمج على أفكار ما قدرش أفسرها أو أخلفها أو أسأل فيها أنت حافظ منهج ماشي عليه ولا أنت شخص ممكن تنتج فكر جديد يضاف إلى منهج يعني يغير من حولك ما تبقاش حافظ مش فاهم اسأل وبقى فاهم المنهج اللي كنا بنتكلم عليه ده بتاع عمر خالد ده منهج في النهاية برضو برضو يوصل إلى فكرة سرقة الغرب أو الحضارة الغربية سموها بقى إيه غزوة العيال غزوة الخلفة غزوة الأطفال أي حاجة لكن في النهاية هي الفكرة فيها سيطرة أنا عايز يكون لي وجود موسيطر عادة الناس معظم الدول الغربية يمكن دي نقطة شوية مختلفة بس أحب أحطها لكم تفكروا فيها الحضارات الغربية مثلاً في أمريكا أمريكا الناس فيها لما تسأل حد أنت منين ولا أصلك إيه يقول لك أنا جدي فرنساوي وأمي ألمانية وعمي مصري وهكذا هناك خليط من الحضارات المختلفة والثقافات المختلفة والبلاد المختلفة كلها انصبت في بوطقة واحدة وكونت المجتمع الأمريكي مفيش واحد فيهم الألماني ما هواش نازي مثلاً أو مضطهد لأنه ألماني مفيش حد بيضطهد على الهوية بالشكل ده إلا المسلم يجي يروح معزول يروح واخد حتة لوحده إن كان أصله بقى باكستاني سوداني مصري أي حاجة ليه ليه ده سؤال إحنا قلنا عمر خالد ده كان جزء من الشكل لغزو الحضارة الغربية بعد كده بقى تطور الأمر لأننا أول ما يبقى لنا وجود على طول نبقى عايزين نغير القوانين وإحنا عايزين نبقى لنا محميات وأحياء إسلامية والمثل بقى المصري اللي يقول لك إحنا سكتنال ودخل بأحمار وزي أخونا كده اللي هتشوفوا صورته واحد عاش في فرنسا سنين وبقى متأسلمه وقرر إنه يرفض إنه يسوق عربية عشان دي من بتقى حاجات الكفار طب إيه اللي معادك في بلد الكفار وبسماحة الفرنسيين هو كان مسموح له يمشي كده في يعني المدن المتحضرة دي بالحمار بتاعه من غير بامبرز الحمار مش لابس بامبرز زي يعني معرفش يعني دايبر دايبر يا الفكرين سومبل هو اللي كان ملبس الحميرة والحمير والحسانة حاجات زي كده يعني أنا مش عارق التقابل والتصادم في الصورة دي غريب غريب يبقى انت ان ما كنتش موجود علشان تفيد وتستفيد المجتمع اللي انت فيه اذا انت موجود لهدف والهدف ده يمكن انت نفسك منتاش فهمه الله اعلم الراجل ده راح فين وحصل له ايه ولا استخدم ازاي اذا كان فكره غير قابل لانه يقبل المجتمع اللي حواليه بالشكل ده اسألي واسأل نفسك انا بعمل ايه في المجتمع اللي انا فيه يعني انا اسفل لو انت هدفك انك تغير القانون علشان يبقى قانون اسلامي على الال يكون صريح عيش اللي انت بتعمله بس بلاش يعني الحاجات الغير واضحة الغير الغير ظهرة دي اللي على طول تؤدي لفكر ارهابي اكي يعني الرجل اللي سكتناله دخل بحمار ده اللي بعده على طول يبقى سكتناله فرش في الشارع وعملوا مسجد ومصلب بالغصب طب انا اسأل حضراتكم سؤال الصور اللي انتو شايفينها دي من مئات الصور اللي انتو ممكن تطلعوها اذا كان في فرنسا ولا المانيا ولا انجلترا هتلاقوا ايه المسلمين دايما يروحوا فرشين الشارع كده ومصليين اعداد المساجد الموجودة والمتاحة للمسلمين انه هم يصلوا داخلها غير عادية في كل الدول الغربية عندكم مساحة غير عادية انكم تبنوا مساجد تكفيكم وزيادة بس مش بس كده هو فرش الشارع وصلى بالعرض وكمان يعني يعني عمالي يوسع اكتر الحتة بتاعت العبور المشاه وجابين لهم بوليس يحميهم الغرب بيحاول انه هو يعني يحتوي المسلمين اللي موجودين لانهم بقوا من ضمن المنظومة لكن المسلم والفكر الاسلامي وانا من خلفية اسلامية واعلم تماما صدقوني نحن لا نحتوي الاخرين نحن لا نندمج مع الاخرين احنا عندنا فكر نتبعه بلا فهم انا ما كنتش عارفة انا ليه مش قادرة احتوي الاخرين واقبلهم ليه جاري المسيح كافر ليه ليه اليهودي من القردة والخنزير ليه ولا كنت اعرف ليه جدتي كانت بتكره اليهود ولا اعرف ولا اعرف اسألي نفسك ايه المصدر وده حقيقي ولا لا عايزة اقرلكم جزء من مقال كتبوا الاستاذ احمد عصيد النهاردة موجود على الفيسبوك بتاعه ده الفيسبوك بتاع الاستاذ احمد عصيد اسمه كده عناصر اللي فهموا معضلة المسلمين في السياق الغربي انا يعني اعايزة اقرلكم جزء بسيط منه فتقدروا تشوفوا الفكرة بيقول كده الاسلام في السياق الغربي لم يعد هو الاسلام الشعبي او الصوفي او والطرقي الذي تعود عليه المسلمون في بلدانهم الاصلية انه نموذج تدين معولم ومصاغ من اجل متابعة مسلسل الغزوات القديمة لبلاد الكفار لكن عوض الخيل والسيوف والرماح تسلح لعقود طويلة بشبكات تمويل هائلة من عائد النفض العربي ان المسجد دي ننتبه ليها بقى ان المسجد في بلاد الغرب ليس مجرد مكان للعبادة او واداء الصلوات والشعور بالنشوة الروحية بل هو ملاذ من الضياع والتمزق الهوياتي وفضاء لتقطير الايديولوجي ضد الدولة المضيفة انا قلبي مكسور على الشباب والستات والرجالة اللي متقطعين بين مفهوم الحضارة الغربية وانغلاق الفكر الاسلامي فالشباب دي كلمة يعني المسجد هو ملاز من الضياع دي كلمة توريك انه الشاب والشابة اللي بيدخلوا المسجد علشان يدوروا على انتماء يتوافق مع الفكر الاسلامي ويروحوا طالعين من المسجد يعملوا جريمة ولا يروحوا لداعش هم اساسا ضايعين واللي بيعلمهم كمان لا يعلم ماذا يفعل اكي الامام داخل المسجد هو بمثابة موقز وقائد ومرشد سياسي وليس مجرد شخص يأم الصلاة ويشرف على تأدية الشعائر التعبدية المسجد في الغرب للأسف هو أحيانا دويلة صغيرة ومصدر كبير لكتير من المشاكل وبيعذل المسلمين اللي في المجتمع اللي بيعيشوا فيه بكل الصور عشان كده عشان كده مكرون قال انه الاسلام دين انعزالي مكرون مش لوحده اللي قال كده والدول الغربية كلها بيتعاملوا مع المسلمين وعارفين انه الاسلام دين انعزالي خليني اقول انه ايضا فيه نوعية اخرى من المسلم المهاجر النهاردة يعني قبل كده كان الانسان بيهاجر عشان يبقى عنده حياة افضل عشان يتعلم عشان ينمو عشان يرجع يمكن للدراسة عشان يرجع لبلده بفكر افضل وتقدم وحضارة اكتر لكن دلوقتي بقى عندنا مهاجرين تبع عمر خالد من بتوع اللي بيروحوا يعودوا هناك يخلفوا دول وعندنا مهاجرين تبع البغدادي المهاجر يعني زي الشاب التونسي اللي انا عايزة اكلمكم عليه النهاردة الحقيقة انا فكرت شوية انه الشاب التونسي اللي عمل الحادثة دي النهاردة ده انا عادة ما بحطش لا اسامي ولا صور الناس اللي بيعملوا الحوادث الارهابية لانه يعني يمكن يكون موسيق جدا لمشاعر الناس الاهلية وماتوا لكن نا عايزة اقول النهاردة انه في نظرة تانية لازم نبص لها ونشوف اللي بيحصل في حياة الناس دي انا اعتقد انه الانسان اللي بيضحي بنفسه بالشكل ده علشان خاطر دين يقوله ان انت تضحي بنفسك تموت وتموت اخرين ده انسان ضحية هو نفسه هو نفسه ضحية الولد ده اسمه اسمه ابراهيم العوايساوي هو من تونس وميكانيكي عنده 21 سنة اشتغل بيقوله كده اهله اشتغل وجمع شوية فلوس وفجأة قال لهم انا ههاجر ورح خرج على قارب في هجرة غير شرعية والهجرة الغير شرعية دي يعني فيها محاطر كتيرة جدا لكن الولد ده خرج فجأة اهله ما يعرفوش هو خرج ليه لكن ده على حسب اللي قالوه يعني الحياة المقابلة مع اهله كانت حاجة توجه على القلب جدا لانه الام منهارة عملت عيط والناس بتقول احنا ما نعرفش هو ماشي ليه وبعدين هاجر راح ايطاليا وفي ايطاليا هناك اخدوه وحطوه تقريبا يعني في مكان تأهيل كده لحد شهر والصورة دي كانت جزء من الصور اللي اتخذت له هو في ايطاليا وبعدين الصليب الاحمر فعليا اداله شهادة رقم حاجة كده يقدر يتجول بيها ويتحرك بيها بصورة محدودة فرح يوم الاربع هرب من ايطاليا على قطر لفرنسا وصرب نفسه من غير هوية ولا اي حاجة داخل فرنسا وكلم بقى اهله اهله كلموه اليوم اللي قبل الحادثة على طول وقال لهم انه هو دخل فرنسا وانه حيبات في المكان ده لحد ما يطلع يلاقي حد يعرفه المكان ده هو كان المبنى اللي قدام الكنيسة واخوه بيقول انا شفت السلم ده هو كلمني من الحتة دي طبعا الصبح بيتفجأ انه هو انتظر لحد يوم الخميس اليوم بقى المنتظر اللي هيعلن فيه حبه لرسول الاسلام يوم مولد النبي يدخل الكنيسة ويقدم تلت ضحايا لإله ولنبي جاب الكلام ده منين هذا الشخص الشاب اللي غالبا تعليمه على قده جدا جاب الكلام ده منين ده وهو بيكلم اهله في اخر مكالمة كان عارف انه الصبح داخل يعمل كده خليني اخد مكالمة مين معي اخ انتوان من روسيا اهلا بيك انت مكلمني بدري النهار ده بقى اشكرك سلام ونعم حضرت الصوت شوية مش سامع اختماني اختماني انا عاوز اطلب طلبة صلاة عندي صديقة في المانيا نصلي لاجلها عشان الرب يوفقها ويديها الصحة اسمها جولييت طلبة لجولييت اوكي جولييت مريدة اه اوكي حضرت يعني معها ايوه شوية ايوه صحتها يعني نطلب من الرب يبارك حياتها ونصلي نطلب من الرب انه يديها الصحة ويديها وفاها في شغلها اوكي اوكي دي اول حاجة بعدين بالنسبة خلينا نصلي من اجلها دلوقتي وبعدين نتناقش نصلي مع بعض رب احنا بنشكرك لانك صالح رب لانك ترى الآن احتياجات جولييت كلها اذا كانت في صحتها في شغلها في دراسة في اي احتياج يا رب احنا بنسألك انه انت تتواجد معها الآن تضع يدك بالشفاء عليها تعطيها كل احتياجاتها رب وتتقابل مع قلبها اليوم بشكل شخصي جدا في اسم يسوع وصلي اشكرك رب من اجل اخيه انتوان وفي اسم يسوع نسمع من يدك شهادة شفاء من اختنا في اسم يسوع امين تفضل انتوان امين امين هاللويا بالنسبة للموضوع للأسف يعني الموضوع ده احنا بنتكلم دائما هنتكلم كتير وللأسف مفيش نتيجة لان نحنا مش هنقدر نغير الناس دول انا عندي سؤال مهم جدا لشيخ الازهر في رسامة او فنانة كويتية اسمها سجل سعدون سجل سعدون قامت من مدة رسمة العشاء السري لسيد المسيح مع التلاميذ وحطت بدل السيد المسيح والتلاميذ احلام الفنان الاماراتية المغنية احلام وامراء حكام الكويت ليه ليه محدش قام ونشرت اللوحة دي نشرتها على الفيسبوك نشرتها على صفحتها ونشرتها فليه محدش قام من الاخوة المسلمين العزاء المسلمين قال انه ليه ده ازدراق قديان هما بيقولوا احنا نؤمن بعيسى ونحترم كل الانبياء طب ليه محدش قال انه غلط ليه بس هما لما اي حد مس اسلام او محمد فبيهوشوا وبيطلعوا وعاوزين يدمروا ويحرقوا ويقتلوا يعني دي اول حاجة بعدين انه ليه شيخ الازهر الاشخاص اللي ماتوا انا مش عاوز اتكلم على المدرس انا عاوز اتكلم على امس اللي حصل في نيس التلات اشخاص اتنين ستات وراجل خادم الكنيسة دول تقتلوا باسم الله طب وانتو عفتوا ايه للشيطان باسم الله واكبر انتو بتقتلوا بني قدمين خلقة ربنا سبتوا ايه سبتوا ايه للشيطان انا دلوقتي انا انسان ملحد انا انسان كافر انا انسان بوزي انا انسان لا ديني انا سندوسي انا هعمل ايه باسم الشيطان اذا كان الله هو اللي بيقتل انتو باسم الله تقتل طب سبتوا لنا ايه انا يعني حاجة غريبة انتوان انت انا ما عليش انسيك انت اصلك عابر لا انا مسيحي انت مسيحي 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 نشكر ربنا والعابر كويس يعني حتى لو كنت عابري بقى كويس كلنا عابرين بصورة ما بس انتوان الرد هيكون من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها النهاردة لكن النهاردة احنا بنارى انه شيخ الازهر بيقول احنا عايزين نطلع قانون ليجرم الكلام ضد الاسلام مش زراع الاديان خلاص ما بقاش فيه زراع الاديان بقى فيه انا عايز قانون يجرم الخطأ في الاسلام بص ليكل كل المشاهدين انا عايز اقول ما هو الاول قبل ما انت تجرم الخطأ تفضلي ايوه لا كمل فكرتك تفضل كمل فكرتك عشان صوتك بتقطع صوتك بتقطع سوري يعني ما هو قصدي انه هو عاوز يجرم النهاردة اللي يقول الاسلام طبعا انت انا انا مش مسلم انا انسان ملحد انا انسان غبي انت وريني اسلامك بيعمل ايه هو طلع خطب امس بعيد المولد انه ويقال سيد الاخلاق ومش عارف انت وريني الاخلاق اللي بتتكلم عليها انا بس بسمع الكلام ده بس احنا في الواقع مش شايفين الاخلاق دي احنا في الواقع عايشين مأساة معاهم سيد الخلق اشرف المأساة الحقيقية انه احنا بنتكلم خلي الناس تشوف اخلاق خلي الناس تشوف اخلاق هلو صحيح هلو مسامع حضرتك معلش هو الصوت بيقطع شوية انتوان لكن انا وصلتني كل الفكرة اللي انت قلتها واسئلتك اسئلة بيسألها كل المسيحيين في العالم كله او الناس البشر مش بس المسيحيين بشكرك انتوان والرب يبركك ويستخدمك بليز طميني على الاختشوليات المرة الجاي طيب انا عايز اقول حاجة احنا يعني انا بفكر النهاردة المسلم بيبقى فاكر انه هو بيهاجم بلاد الكفار على فكرة يعني فرنسا نسبة المسيحيين فيها قليلة جدا المسيحيين اللي هما المؤمنين يعني نسبة قليلة جدا فانتو يعني الهجوم الناس دي مش مش بتتطهيتكم عشان انتم مسلمين ولا هي بتتكلم عليكم او بتحط الحاجات بتاعت النبي او الصور بتاعت النبي دي عشان انتم مسلمين لا دي ناس عايشة عندهم منهج معين في الحياة اللي هو حرية الرأي ومع ذلك هو ممكن يعمل الكرتون ويحط فيه صورة محمد لكن مع ذلك بيسمح لك تعيش حياتك وتصلي وتعمل وتفتح جوامع وتمشي بالحمار وكل حاجة ما انت عايز يعني يعني التقابل غير عادي خليني اخد مكالمة الاخت في الريال اهلا بيك علو اخت في الريال انا مش سمعها طيب اما ترجع تاني اقولولي انا عايزة ارجع تاني لنقطة الشخص اللي ارتكب الجريمة طبعا اولا كل التعازي لأهل الناس اللي ماتوا الفرنسوين عموما اللي عندهم حالة من الهلع من اللي بيحصل في بلادهم كل واحد فيهم ممكن يخرج في الشارع ما يبقاش عارف هيأمن على نفسه ولا لأ زي ما قلت كمان العرب منهم في نفس الحالة لكن هذا الشخص هل السؤال الحقيقي هل وهو بيقتل الناس دول وفاكر ان هو بيعمل حاجة كويسة لنبيه عايز يديله بقى هي الهدية بتاعت عيد ميلاد محمد للمسلمين ولمحمد ان هو هيقتل شوية كفار في كنيسة هل انت كنت عارف ومتأكد انك هتروح الجنة بسبب اللي عملته ده ده كلام مكتوب في كتب المسلمين لكن هل ده حقيقي ولا لأ انت عرفت منين ان ده حقيقي سؤالي عرفت منين ان النبي اللي انت واقف بتدفع عنه ده نبي حقيقي ولا لأ سألت مين درست ايه فكرت ازاي عشان تختار هذا المنهج احيانا انا بعتقد انه اليأس هو اللي بيقود هؤلاء الناس لانه مفيش تقابل روحي حقيقي عند اله الاسلام فاليأس اللي بيقولك طب انا وصل اسرع اللي كل واحد مننا كمسلمين سابقين حسو وانا بقول انه انا كنت بشعر بدا كنت بقول يعني الطريق الاسهل منا كده ولا كده هتعذب وهتبهدل ويدخل النار فين الطريق الاسهل لكن لم يكن هناك طريق يوصل الى علاقة حقيقية بالله اوكي خليني اخد الاخت في الريال هلو اختي اماني اهلا بيك حبيبتي تفضلي اهلا بيك اختي عزيزة سلام العنة المسيح معاك اختي اماني اذا اهيم اخذوا هاي حجة زراء النبي محمد فانا فقط سؤالي وخاصة سؤالي لشيخ الازهر داعش لما زبحت الناس في سوريا ولعبت كرة برؤوسهم ولا تزال داعش يا اختي اماني لحد اليوم في العراق تقول بهجمات ارهابية على المسلمين نفسهم والمسلمين هم اللي يقتلون وبعدين سؤالي الثاني لما قتلوا 21 قط في ليبيا ومن قتلوا الراهب في ايطاليا هو يقوم بتقديم الطعام الى اللاجئين اللاجئ التونسي ومن قتلوا الابرياء في اوروبا والمسيحيين في الاراق وتهجير مهدم الكنائف وفي مصر وغيرها وغيرها هاي هم هذور لا اشجروا برسول الاسلام خليوا واجه نفسه ويحكي الحق وبكل ضمير وبكل انصاف حتى مرة حرق الطيار الاردني هو مسلم هو مسلم طيب انا معلش فريال دقيقة واحدة انا مش سمع صوت فريال كويس لان الصوت يمكن عالي شوية فبيرن في ودني فممكن توطوها شوية لكن انا فهمت يا فريال انك بتتكلمي عن انه الاعمال الارهابية اللي حصلت دي اعمال كتيرة جدا كلها خلف اياتها اسلامية انا معاكي والعالم كله لكن المسلم لا ينظر الى اللي بيحصل ده على انه حاجة تخصه هو بيراها زي ما الوزير بتاع مليزيا ده قالك ده العين بالعين والسن بالسن الفرنسوين عملوا فينا كده نقتل منهم الملايين ده ده الفكر بتاع المنظومة الاسلامية والمسلم تطبع بده لكن النهاردة ساري معلش يا فريال النهاردة عندهم فرصة انه هم يجدوا مخرج ويجدوا الله الحقيقي انا مش عايزة الحلقة كلها تبقى هجومة عليهم انا مش هدفي الهجوم لكن هدفي اننا نبحث فين المصدر حصل ازاي مين اللي برمج مخك عندك فرصة تفكر قولي يا فريال اخر تعليق لك تفضلي نعم فالكتاب المقدس الوحي الاله يقول ارجو لهم شريعة الى تسك الدم في طرقهم اغتفاب واتحق طريق السلام لم يعرفوه ليس خوف الله قدام عيونهم طبعا بالنسبة للارهابين واللي يقومون بهذه الاعمال وعن جد احنا نحبهم ودائما نصلي من اجل انه الرب يفتح عيونهم لان هم ضحية فعلا احنا نشفق ونرتي الحالم هم ضحية الاسلام هم ضحية التعاليم التعاليم اللي ياخذوها من يشحنون في المساجد فالرب يرحمه ونصلي من اجله شكرا اختي اماني والرب يباركك شكرا فيها للرب يباركك طيب خليني اقول انه يعني زي ما ارجع لفكرة انه في حاجات بتسبق الاعمال اللي بتحصل دي ولازم ننتبه لها المخ اللي بيتبرمج على ان انا لازم النهار ده قوم رسول الله بالشكل ده ده حد زقه حد علمه حد قاله حاجة من الحاجات اللي لازم ننتبه لها هي دور داعش والدولة الاسلامية اللي لم ينتهي الى اليوم خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده الفيديو ده ظهر يوم قبل تقريبا الحادثة بتاعت فرنسا من حلدها الكافر تعمد حراما النار عن طوبة بكفره بغا الله يجعل شلتا في منا ومراض جسما ما يحصل دوار تبر رسولة اللي رفي عن مقامة في مواجهة الإرهاب الإسلامي نعلن الحرب تبر رسولة اللي رفي عن مقامة وحفظوا لها بتاعت فرنسا لكن مع الجوة بمشية حما طبعا الفيديو ده حوالي 7-8 دقايق حاجة زي كده لكن انا يعني حاولت حط مشاهد ما هياش دموية قوي لكن بس انتو يعني اللي يسمع الكلام اللي بيتقال ده اللي اللي بيتعلمه المسلم اللي رايح يجاهد ويدافع عن إلهه الله يجعل اللي بيتكلم على محمد يتشلف منامه ما يجدش مرض ما يجدش دول مرض واللي يسيب الرسول اللي عالي المقام مش هاود احكي لكم بقى على الرسول اللي عالي المقام ده عشان يعني يعني احنا قتلنا الموضوع بحثا في في امر اذا كان فعلا عالي المقام ولا لا لكن النتيجة اللي بتوصل في قلب المسلم انه يجب انه ينتقم وانه يقتل وانه يدافع وانه يعمل كل ده من اجل هذا الرجل اللي قال عن نفسه انه انت ميت وهم ميتون اللي مش القرآن قال له كده واحد ميت ايه اللي انت يعني هتستفيده من الدفاع المستميت ده عنه الفيديو بيتختم بصورة الشيشاني اللي قتل المدرس مش كده لكن يعني كمان الدعوة بتاعت الفيديو هي ذبوا عنه بقطع الرقاب وده اللي بيحصل قوموا يلا دلوقتي ده المكان المعاد الوقت المحدد كل يوم هتلاقلكوا حاجة زي كده خليني اخد مكالمة من الاخت مايا عبرة وهي من فرنسا ايضا اهلا بيك اخت مايا سلام ونعمة اخت اماني سلام ونعمة اختي حبيبة اهلا بيك تفضلي انا بس كنت حب يقول انه انا يعني عاشت بفرنسا و وشفت يعني طبعا انا كنت مختلطة بالكلب العرب وبالفرنسيين وشفت ازاي الفرنسيين يعني شعب صريح ومحب وما بيعتبر ابدا انه نحن كعرب انه نحن عرب يعتبرونا فرنسيين يعني منهم وفيهم ما بيفرقوا ابدا بينما يعني اصحاب العرب كانوا مصررين بيسموهم لمجربة كانوا مصررين تماما انه يكون عندهم مناطق خاصة فيهم والفرنسي ما كان ما كان يعني ما سمح له يفوت يعني يعني متل كأنه مدينة لقلهم بقلب المدينة مش مدينة كانوا انه يتأقلموا بالحياة الفرنسية ويعيشوها عايشين حياة حياة اسلامية طبعا حقهم والفرنسيين بيحترموا هيدا الشي وعايشين يعني يعني بمناطق اسلامية عربية بقلب الفرنسا رافضين انه يكونوا فرنسيين بالرغم انه معنا جنسيات الفرنسية يعني وقتل بتقولي لو انت انت عريب يقولك لا انا فرنسي وقتل بتقولي لو انت فرنسي يقولك لا انا مسلم طيب يعني الفكرة هنا يعني كل ثقافة من حقها انها تعيش بحريتها لكن الفكرة هنا انه الانسان اللي بيرفض هذا النوع من التواصل مع الثقافة او البلد اللي هو عايش فيها هو بيرفض القانون مش كده طبعا طبعا رافضين القانون تماما وعايشين بالقانون الاسلامي القانون الاسلامي يعني بالاول وبعدان بترجع الجنسية الفرنسية نعم طيب اخت ما يعني حابة اسألك انتي كعبرة الموضوع اللي اتكلمت فيه موضوع انه هل المسلم يبحث يعرف خليني احكي قصة سمعتها النهاردة وسألك رأيك وانتي بعايم يعني سمعت قصة عن عالم او باحث في مقارنة الاديان ومؤرخ معروف اسمه ويلفرد سميث بيسأل كده بيقول انت لو رحت عايز تركن عربيتك وشفت يافطة مكتوب عليها ما تركنش من هنا من الساعة كذا للساعة كذا او يعني ما تركنش في الحتة دي فممكن انك تختار انك تسمع الكلام وتمشي وما تركنش وممكن انك تختار انك تركن وتقولنا يعني يا ناس مستعجل هاخد مخالفة معظم العرب بيعملوا كده هركن وخلاص لكن هل عمرك سألت نفسك اليافطة دي حطها الحكومة ولا مثلا صاحب البيت ده هو اللي حطتها كده تقليد كتير قوي على فكرة مثلا عندنا في الدولة العربية تلاقي واحد حاطت ممنوع الركنة هنا مش من حقه الرصيف مش بتاعه لكن انت تعدي تشوف اليافطة فما تركنيش عشان انت عايزة تلتزمي بالقانون لكن السؤال عمرك سألت نفسك اليافطة دي صح ولا غلط ولا لا السؤال الحقيقي ليكي انت يا مايا قبل ما عرفتي المسيح هل كان عندك شك او مثلا مرة سألت نفسك طب انا عرف منين ان الاسلام دي حاجة حقيقية ولا لا او محمد دي نبي او لا قعود اللي فيه دي هتوصلني ولا لا عمرك سألت نفسك السؤال ده يعني لبنان يعني لبنان يعتبر كمان من البلدان اللي يعني انا كتير كنت من سلطة بعرب وهيك كنت شوفهم كتير منفتحين بس بالناحية الاديان تربينا وعرفنا انه ممنوع نسأل ممنوع نفكر يعني هيدا شي كان واحد يعني عند الكل ما كان من حقنا نقول محمد نبي ولا لا هو اشرف القلق ونحنا يعني نحنا كنا عنا جيران بالبنية مسلمين ومسيحيين كانوا اهلينا من نحنا وصغار يقولوا لنا انه هول المسيحيين ما فيكون تاكلوا عندهم لانه عندهم نجاسة بلا 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 هول الشغلات يعني وعمرك ما سألتي ليه ابدا ابدا ولا كني حق لنا او محمد هو نبي ولا لا او ليش يعني انا كنت اكره او ادايا او اذعل وحس بغضب جواتي لما اعرف انه اه يعني انا ممكن زوجي يتزوج علي او شي بس ما من حقي كنت اسأله هيدا هو الشرع وهيدا الانون وهيدا اه يعني انا اللي لازم انا اللي لازم دافع وانا اللي لازم خانئ وانا اللي لازم اوقف واتصدى لهيدي الاوانين بس ما من حقي يقول انه غلط او مش عادلة لك وعمرك ما سألت انا بشكر ربنا على خلاصه في حياتك يا اختي ماي وعلى العمل اللي بيستخدمك فيه الان وعلى الحرية يعني يعني لو قلتي كلمة لاخوتنا اللي بيسمعونا المسلمين النهار ده تشجعيهم انه هم يعرفوا المسيح ليه او يعرفوا يقتربوا من الله ليه لانهم يعني التفكير التفكير والاسئلة اللي لازم يسألوها من حقهم من حقك انك تفكر يا اخي المسلم من حقك انك تكتشف وتعرف وتدور لانه المسيحية حرية والمسيح اذا انت عادت اليوم وركعت قدام قدام الخالق ما رح قلك قول مين ركع قدامه وقل له قلني مين انت صدقني حيجاوبك نحن كنا نصلي لإله صامت ومصدقين كذب كبير كتير بس الحقيقة إلهنا إله حي وبيرد وبيسمع وبيجي لعندك اذا كنت صادق بتربطك تطلبه اليوم الآن وبنعمة المسيح هو حيجيك من نفسك أمين 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 ربي باركك يا أختي وشكرا على اتصالك ومشاركتك معنا النهار طيب نقلك حبي ربي باركك وبيبارك تانكيو طيب خليني أرجع قدامنا بس دقايق بسيطة عايزة يعني أحط فكرة أخرى في نصبها إحنا دلوقتي ادنالك فكرا فرصة إنك تفكر لنفسك كمان عايزةك تسمع الأصوات اللي بتقولك تحرك وعمل كذا من غير ما تفكر دي مصدرها إيه وحقيقتها إيه خلينا نشوف صوت الأزهر بقى وفرنسا احفظي مركزك خلينا نشوف الفيديو الأولاني ما يجب علينا نحن المؤمنين به تجديد مشاعر الحب والولاء لهذا النبي والدفاع عنه بأرواحنا ونفوسنا وأهلينا وأولادنا وبكل ما نملك من غال ونفيس واعلموا أيها الإخوة أن محبته صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم من أمته أنا عايزكم تعرفوا يعني إيه كلمة فرض عين دي كلمة فرض عين دي كلمة خطيرة جدا هو بيقول يعني من الممكن أنك تبص للفيديو ده وتقول يعني ما هو بيقول يعني يحبوا الرسول وافتكروه النهاردة عيد ميلاده بقى وكل سنة هو طيب وكلام ده كله لكن الواقع أنه الكلمة المهدفة في هذا الموضوع هي أنه الدفاع عن محمد هو فرض عين على المسلم يعني إيه فرض عين فرض عين يعني الفرض العيني وهذا الفرض هو ما يطلب من كل مكلف من المكلفين فعله على وجه الإلزام أي أنه ملزم بفعله ولا مخير بين فعله أو عدمه يعني أنت ملزم أنك تدافع عن النبي بإيه بقى خلينا نسمع الجزء اللي بعد كده وقد نبهنا القرآن لذلك في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تقشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهد القوم الفاسقين شوفوا بقى الفرد العين ده اللي عليكم أنكم تدفعوا على محمد بقى أروحكم وأكساتكم أبنائكم وعيالكم وكل حاجة كل الكلام ده ده زي إيه زي ما تكون بتأدي الصلاة والزكاة والحج فرد فرد وغيرها من العبادات كل دي وغيرها من ده فرد عين وعلى طول يروح رضيمها بإيه بقى بأنه شوف بقى القرآن بيقول إيه ويختم الآية اللي المفروض أن هي مصدرها هذا الإله اللي تبعته في حياتي وأنا لا أعلم من هو اللي ما يعملش كده واللي ما يروحش يموت عن النبي يبقى من القوم الفاسقين اللي مش ههديكو ربنا يعني فطبعا لازم المسلم يقوم ويتمطع ويعمل أي حاجة هو عايزها علشان يوصل لهذا الرضا خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده بقى اللي بيتكلم فيه عن أنه لازم يكون فيه تحرك دولي تفضل نحن إن نفعل ذلك فإننا ندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معادات المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات والاحترام الكامل المتبادل طيب اللي قالوا ده شيء مهم عايزكم تفكروا فيه الشيخ الأزهر بيقول أنا عايز بمنتهى الصراحة أنا ما يهمنيش موضوع الزراع الأديان في أي حاجة في الدنيا إلا أنه محدش يلمس الإسلام مش بس كده ده عايز يجبر العالم كله المجتمع الدولي كله وأنه يعاقب الناس يعني عايز يغير قوانين الدول عايز داخل بلادهم الدول داخل بلادهم أكي عايزكم تعدوا الفيديو اللي جاي ده وتحطيلي الفيديو اللي بعده أكي على فرج فودا كل هؤلاء انتهوا نهايات كارثية إذن الإسلام في أزمة فلماذا تنكرون على الرئيس الفرنسي عندما يقول الإسلام في أزمة حط اللي بعده كمان وحنناقش الحتة دي علشان أقدر أختم الحلقة كلها على بعضها نشوف الفيديو اللي بعده أقول هناك ثارق كبير بين الحرية والانضباط وبين الإيزاء أو التطاول على الدين يا سيدي يمكنك أن تطبق الانضباط في القاهرة ولكن هل تسعى لتطبيق الانضباط في باريس أيضا يعني هذا الأمر هو جوهر حديثنا اليوم أنت كممثل للأزهر أو جميع أو الأزهريون ما علاقتهم ما هي العلاقة بين الأزهر وبين مسلمي فرنسا من نصبكم أوصياء على المسلمين في فرنسا هذا هو السؤال للجوهري يعني أنت تنتمي إلى مؤسسة شرعية في مصر ولكنها غير شرعية خارج مصر بس على طول الفيديو وفجأة أول من الرجل يبتدي يتكلم معه يقول كلام جد وليه وزن يروح على طول يبقى مش عارف يسمع على فكرة في حاجة اللي احنا شايفينه ده هو يعني الصورة الحقيقية لمحاولات خلق شيء من لا شيء اللي بيعمله الأزهر وأنه يحط قيود على العالم لأنه يعني على الأقل هو كده عايز يعني بياخد خطوة في اتجاه أنه يتأكد أنه الإسلام حيتخاف منه ويحترم هو مهموش أي حاجة في الدنيا غير أنه الإسلام يحترم مش فكرة النبي بس لا هو كله على بعضه كله يحفظ مركزه مدام الإسلام حدش يتكلم عليه واللي يقولك مثلا الأزهر قال أنه ده خدش مشاعر مليارين من المسلمين أنا عايز أقول حاجة لما ماكرون كلمة ماكرون ما تكلم كان بيتكلم على المشاكل اللي موجودة جوه بلده الأطفال اللي بيحرموا من أنهم يدخلوا تعليم أو يمرسوا الحياة المدرسية بالكامل مثلا زيهم زي أي حد تاني لازم يروحوا مدرس إسلامية بالتحديد الستات اللي ممكن تكون بتعامل بطريقة سيئة لأنهم ده القانون الإسلامي الست اللي بتتضرب في القانون الإسلامي الراجل اللي بيجاوز ثلاثة أربعة اللي بيخالف القانون البلد اللي هو فيها كان بيتكلم على القوانين وكان بيتكلم على الهجمات اللي حصلت على بلده عنده مشكلة لكن قال كده أنه الإسلام في نزعة انفصالية صحي كده في نزعة انعزلية العالم كله شايف كده فاللي قالوا أنه المسلمين بيخلقوا نظام موازي للدولة وأنا كدولة فرنسية بحتويكم بحترمكم كناس لكن مش عايز هذا النظام الموازي من حق إيه؟ أنت مش عاجبك امشي المشكلة واحد بيتكلم بيقول الحق فقال لك عندكو أزمة الإسلام يواجه أزمة تعرفوا مين اللي قال الكلام ده قبل كده السيسي مش كده في 2016 لما قال لهم مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل إنها تكون مصدر للقلق والخطر والقتل والتدمير للدنيا كلها مش ممكن يكون الفكر ده مش بقول الدين هو قال كده مش مهم بس أل نفس الحكاية أنا بقول الفكر اللي تم تقديسه لمئات السنين لدرجة إنها إننا بقينا بنعادي الدنيا كلها يعني الواحد وستة من عشر مليون دول هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها سبعة مليار عشان يعيشوا هم كل اللي قالوا الفريق السيسي ده برضو في احتفالية وهو متقابل مع شيوخ الأزهر كل ده وماكرون لما قالوك إن عندكم أزمة حقيقية ده بقى غلط للأسف الإسلام بالفعل يواجه أزمة حقيقية في العالم كله وإن لم نواجه هذه الأزمة فإحنا بنقتل أولادنا وبنتنا عايزة أقول حاجة في الآخر أنا عايزة أرتكز على إيه اللي ممكن يصلح المنظومة دي إحنا بنربي أولادنا إزاي إنتوا بتعلموا الأطفال اللي بتربوهم دول إيه عن معرفتهم لله خليني أشوف فيه صورة كده ل إحدى المدارس اللي في مصر أطفال المدرسة دي مدرسة إعدادية مسيحيين ومسلمين طلعوا من ضمن الحملة بتاعت الناس اللي بتقول إلا رسول الله وبأجسادهم كده كتبوا على الأرض دايما أنتم شايفين إلا رسول الله الصورة دي صورة ذهنية بالنسبالي للطفل بيقل لي بيتبرمج بيتبرمج علشان يقول أنه أنا ممكن في يوم من الأيام قفدي اسم هذا الرسول بدمي مش عارف إيه بإيه بإيه واحد من دول ممكن يكون القاتل القادم لأنه لم يتعلم أنه مش أنت اللي تدافع عن دين أو عن فكرة تدافع بالكلام تدافع بإنك تقول رأيك مش تدافع بإنك تقتل الآخر أو لم يتعلم أنه يسأل لماذا يدعوني ديني أني أقتل الآخر عشان أفوز بالجنة ليه ليه على فكرة التويتا دي يعني هعلق عليها دلوقتي يعني بصورة سريعة من ضمن الحاجات اللي بتخليني أعرف أننا فعلا عندنا فصام في طريقة التفكير وفي الشخصية عموما التويتا دي واحد من ضمن مئات الناس اللي كتبوا أصل جريمة نيس دي عمل مخابراتي حقيق حقير لتخفيف الضغط الإسلامي يعني ما عرفش يعني يعني إيه تخفيف الضغط الإسلامي وعايز يقول أنه ده عمل مخابراتي عاملة فرنسا لماذا لا نتحمل المسئولية يعني على فكرة شيوخ الإسلام بيندده مثلا ب أنه أنا شيخ الأزهر قال لك أنا لا أقبل أنه يقتل ناس باسم الدين لكن برضو لازم تدفع عن النبي بأرواحكم وأجساتكم طيب إزاي إزاي في صورة عايزة أترككم بيها لا مش هتكلم على دي دلوقتي خلاص خليني أروح للكلمة الروحية المسيح علمنا أنه لا تقوم الشر بالشر لكن صلي من أجل الناس في موقف في قبل صلب المسيح المسيح أخذ التلاميذ وراح لبستان جه ثماني وكان من ضمن التلاميذ اللي معاه كلهم كانوا معاه لكن هو أخذ بطرس وأولاد زبدي معاه وقال لهم أعودوا إسهاروا معايا وصلوا إسهاروا وصلوا إسهاروا وصلوا رب المسيح كان بيقولهم أنه فيه تجربة جاية فأنا عايزكم تسهاروا وتصلوا علشان تكونوا محميين بحضوري عشان تكونوا محميين بحضور الله عشان تكونوا مفتوحين لأنكم تعرفوا تتصرفوا بقيادة الله فإحنا بنمر بتجربة دلوقتي شديدة ودولنا كمؤمنين كمسيحيين أننا نصلي ونطلب من الله أنه يدينا إرشاد روحي ونصلي من أجل الآخرين لكن أنا عايزكم تبصوا للتقابل في شخص المسيح اللي كان قاعد في بستانجة الثيماني بيصلي وعارف أنه هو رايح علشان يموت من أجلك ومن أجلي على الصليب فكان معاه تلاميذه وولاده ويقولهم عدوا صلوا معاه احنا قدامنا حرب شديدة لأن الشيطان عايز يفترسكم فصلوا وعيشوا بالروح وبعد كده بيحصل أن الجنود بيجوا علشان خاطر يقبضوا على المسيح فبطرس بيروح واخد السيف وقاطع ودن واحد من الجنود دول فالمسيح بياخد الودن ويشفي هذا الرجل فرق كبير ويقول له بطرس مش دي الطريقة اللي نحل بيها مشاكلنا أنا طلبت منك تصلي عشان تكون صاحي في الروح مش إنك تقتل أنا أحميك مش أنت اللي تحميني أنا رايحة أفديك مش أنت اللي تفديني هناك فرق بين شخص بيقول لك أنا أحميك أنا أفديك أنا أموت عشانك أنا أدافع عنك وشخص بيقول لك روح موت عشاني أنا وإلهي كون إحدى ضحايا هذا الإله تختار إيه الله النهاردة بيعطيك دعوة خاصة إنك تنظر في قلبك وتقول له رب علمني عن شخصك أنت الإله الحق أمين إلى اللقاء أحبائي في الحلقة القادمة من برنامج المرأة المسلمة ترجمة نانسي قنقر